بالتزامن مع مرور عام على كارثة انفجار مرفأ بيروت ينطلق الأربعاء المؤتمر الدولي لدعم لبنان برعاية فرنسية وأممية ووفقا للبيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية يهدف المؤتمر إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان في مجالات عدة كالغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه وينظم المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرنس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وبحضور رؤساء لبنان والولايات المتحدة ومصر والأردن وممثلي 40 دولة ومنظمة وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية حيث جمع المؤتمر الأول في أغسطس 280 مليون يورو ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية في تسريع تشكيل حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتشرع في إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي وكلف عون في 26 مليون يوريس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان لتأليف مجلس بزراء منذ استقالة حكومة حسان دياب إثرى الانفجار وبعد أيام قليلة من تكليفه اشتكى ميقاتي أيضا من بطء عملية تشكيل الحكومة مؤكدا أن هذه المهمة لن تكون مفتوحة أنا كنت بتمنى أن تكون الوطيرة أسرع من هيك بتشكيل الحكومة فيه شوية بطء خاصة بدي السرعة كنا نطلع بالحكومة ونزفها لللبنانيين قبل أربعة إيب وقبل عام شهدت بيروت انفجارا مروعا أودى بحياة أكثر من مائتي شخص ودمر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي في البلاد ترجمة نانسي قنقر